يعني الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم الفرحة حلوة وجميلة وكل شيء ولكن خلاص خلينا بقى ننظر إلى ما هو قادم لأن القادم دايماً هيكون أصعب عايز برضو أتكلم مع حضراتكم في أمور التحكيم عندما تتواجد العدالة للنادي الأهلي بدون أي تفاصيل خلاص؟ عندما تتواجد العدالة للنادي الأهلي نادي الأهلي بيكسب حتى لو بـ 50-60% من مستوات بس بنكسب لأنه إحنا هذا النادي العريق والكبير بجماهيره الحقيقة يعني دايماً بنحاول نعمل كل شيء جيد علشان نقدر نفوز بالبطولات الإدارة، جماهير الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني، كل الناس عشان كده لما يتم أو يكون هناك عدالة تحكمية في الملعب عدالة تحكمية يعني إيه؟ عشان الناس تفهم برضو الناس البعض من لا يشجع نادي الأهلي يعني عدالة تحكمية يعني لو جت على الأهلي ركل الجزاء احسب ما عنديش مشكلة ولكن لو جت للأهلي ركل الجزاء حسبتها مش علشان حسبت ضرب الجزاء وجت ركل الجزاء صحيحة أخرى ما تحسبش التانية هذه هي العدالة طالما ليك حق خده من النادي الأهلي ولكن لو النادي الأهلي له حق من فضلك الدهولنا خلاص أفضل حكم في العالم كان موجود النهاردة في هذه المباراة ولكن وجهة نظري أن هناك أخطاء في هذه المباراة واضحة وصريحة ما فيهاش كلام فيه كورة علي معلول اللي في آخر الشوت الأول اللي دخل فيه أعتقد آه لاعب نادي لاعب نادي بيراميدز آه دخل في في علي معلول لما دخل في علي معلول كان يستحق كارتة أحمر وجهة نظري هنجيبها دلوقتي يا سمير لو سمحت هتجيبه هالي طيب هاتهالي وجهة نظري أن هذه اللعبة كانت تستحق كارتة أحمر حتى لو لم تستحق أو لم الحاكم شاف أن هي تهور فقط مش اللي هو تهور كبير يعني عشان يستحق كارتة أحمر لعب نادي بيراميدز لقوا عنده حاكتين دي اللي أنا بتكلم عليها دي أهو بصوا حضرتك أهو دي مع ياسر وبعد كده واحدة مع علي لو حضرتك هنا مش عايز تدى أحمر يبقى على أقل إنذار أهو يمكن عشان لم رجله فلكن تهور واضح فممكن ياخد فيها إنذار ماشي يا سيدي مفيش مشكلة مع أن الدربة جت طيب والكرة دي والكرة دي إيه رأي يا حضراتكم أهو أهو خلاص يبقى هنا كارتة أحمر يبقى بدل مكسب الله أعلم كان إيه اللي ممكن يحصل لكن واصفر يبقى كارتة أحمر دي كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي إن أنا شوف اللعبة دي لإنه إذا توفرت العدالة التحكمية للنادي الأهلي إن شاء الله حنكسب وحنكسب كل البطولات إن شاء الله إن شاء الله لإن أنت عندك أفضل لعبين وإن شاء الله التدعمات القادمة إن شاء الله كمان تبقى تدعمات جيدة والنادي الأهلي يستطيع لإنه هو التدعمات في النهاية بتكون يعني إيه بتجيب اللاعب هونونيز مثلا في في ليفر بول إنت جايبه ليفر بول جايبه بمئة مليون جنيس تليني بتمانين وشوية حاجاته حوافز وبتاع مئة مليون جنيس تليني هونونيز حتى الآن هو لعب جامد جدا جدا ولكن هو حتى الآن لم يتأقلم على الوضع في ليفر بول وجهة نظر يعني يعني المئة مليون الجنيس تليني دولكوا تقدر تجيب بيهم لعيب أفضل من كده بكتير في ليفر بول لكن هو حتى الآن لم يتأقلم ما بنش اللي شاف أو اللي يعرف نونيز يعرف أنه هو لعيب جامد جدا لعيب كويس قوي ولكن للأسف لما تشوفوا دولكوا تقول لا المئة مليون دولكوا تقدر تجيب بيهم لعيب تاني على الرغم من أنه هو لعيب كويس فهي السفقات كده فأنا أتمنى أن تكون السفقات السفقات اللي تيجي خصوصا الخارجية تكون يعني يستطيع أنه هو يخش في الفرق بسرعة لأن السفقات شهر واحد بتبقى محتاجة أن هي تخش في الفريق بسرعة وإن شاء الله إحنا عندنا العين الخبيرة التي تستطيع أن هي تختارها بشكل جيد وده هتشوفوه حضراتكم خلال الأيام القادمة